دكتور حسن يمكن من كلمة انه نتانياهو لا يمثل الخيارات هذا الرجل عنيد هذا الرجل متطرف هذا الرجل عنيف الى ابعد الحدود بل عنده استعداد لمواجهة اي حد انا تبعتم برح كلمته وهو قفلت ناسة وهو يتحدث عن انه احنا لن نوقف هذه الحرب الا بالقضاء على حماس وتحرير الرهائن يعني هو رابط الاثنين ببعض في نفس الوقت انا عندي اعترافات دولية منفصلة زي الدول التلاتة في اوروبا وعندي التصويت بتاع الجمعية العامة الى اي مدى في ظل التلات نقاط دول اقدر اشوف الجهود المصرية لايقاف اطلاق اليران او لوقف هذا العدوان ثم نتحرك قدما في اطار حل الدولتين طيب اشكرك طبعا السيد يوسف على الاستضافة مش عايزين نقول ان الجهد المصري يعني بيتواصل دلوقتي لا الجهد المصري من قبل صحيح والجهد المصري على كل المستويات زي ما احنا عارفين على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاغاثي وعلى المستوى العسكري يمكن انا كنت لسه بقوله مع الدكتور انه مصر قدمت مع الفلسطينيين قدماء وما زالت حتى الان تتحمل هذا العب علشان كده الدور المصري يا سيد يوسف لا يقبل المزايدة ولا يقبل بديل ولا المساومات طبعا ولا يقبل بديل يعني ما تقدرش تقول ان حد الضبط تقدرش تستبدل القاهرة ابدا بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا وبحكم المصداقية وبحكم الخبرات صح حاجات كتير اوي يعني بترشح دائما القاهرة لتكون هي دائما زي ما بقول صاحبة الملف دور المصري موجود دور المصري الكل يشهد به اظن الدعم اللي موجود دعم الاغاثي كله كان موجود له سكان القطاع استقبال المصابين والجرحة لما كان معبر رفع مفتوح انت النهاردة لا توافق فقط على التعامل مع السيطرة الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني مع المعبر انت لم تتخلى عن القضية الفلسطينية بل على العكس انت تواصل جهودك رغم الادعاءات والاكاذيب اللي وجدتها ادوات اعلامية كثيرة هي ازرع لسلطات الاحتلال الاسرائيلي وحددك تتذكر تقرير الشبكات الامريكية اللي كان يتكلم في وقت من الوقات بهدف هز الثقة في الموقف المصري والمصداقية المصرية لكن كل ده تحطم الحقيقة في ضوء مصداقية مصر وخبراتها واجندتها اللي موجودة وهي حماية القضية الفلسطينية من التصفية لانه لو لا الجهد المصري يا سيد يوسف وانا بقول قدام الدكتورة لو لا الجهد المصري كانت القضية المصرية دي ضاعت من سنين مش من السابع من اكتوبر بس الذي دعم القضية الفلسطينية وحماها من التصفية طبعا صمود فلسطيني وتمسك ابناء القضية بارضهم وكمان الدعم المصري المستمر لسنوات طويلة حتى اللحظة التي نتحدث فيها الآن زادت طبعا المساومات سواء التهجير القصري او الطوعي مع السابع من اكتوبر لكن الصمود المصري كمان والدعم المصري كان الاساس في حماية هذه القضية من التصفية صحيح الفلسطينيين يتعرضون لجريمة ابادة جماعية وانا اتفق مع الدكتور في الهولوكوست في هذا التعبير الحقيقي هولوكوست حقيقي كارثة انسانية لم نشهد لها مثيلا في التاريخ وكمان الصمود المصري والدعم المصري متفوق على ما عداه متفوق على ما عداه بالفعل لانه له المصداقية في هذا الامر دول المصري داعم وضاغط في اتجاه التسوية السلمية فكرة انهاء هذا العدوان والانتقال من مصار العدوان زي ما حياتك تفضلت كده الى المصار السياسي مين اللي دا كل مرة بيعارقل هذه الامور هي هدنة واحدة اللي حصلت من 7 اكتوبر لغاية النهاردة كانت بجهد مصري وهي هدنة واحدة اللي نجحت فيها مصر في استعادة محتجزين من الفصائل الفلسطينية لكن القوة الغشمة اللي بيستخدمها ناتنياهو حتى اللحظة لم تنجح في تحقيق اي اهداف ما رجعش اسير واحد رجع جسس بين قوسين بين ايران صديقة طيب مصر عايزة توصل لإيه مصر عايزة تحقن دماء طيب مقتالها طبعا هو النيران الصديقة المقصود بها الاسرائيليين طبعا مصر عاوزة ايه عاوزة حقن دماء الفلسطينيين وده نمر واحد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وده أمر أساسي لأنك عشان تنتقل إلى مفاوضات لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات تحت النيران ازاي مستحيل مستحيل يحصل هذا الكلام مين اللي بيعارقل هذه الامور كلها ناتنياهو دايما ناتنياهو فكرة المكسب الضيق فكرة الوجود في المشهد السياسي أنت النهاردة زي ما حدتك أشارت كده في اعتراف بدولة فلسطين من دول أوروبية كثيرة هناك مصارات قانونية من محكمة العدل الدولية ومن المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات توقيف بحق ناتنياهو غيره من قادة الحرب كل ده بيجعله بالفعل على المحاك في مستقبله السياسي ناتنياهو متصور أنه هو مستمر إلى أبد الأبدين مستمر في هذا المشهد السياسي إلى أبد الأبدين لما نتصل النهاردة إلى عمره وسنه قد إيه ويتمسك بأهداب الحياة السياسية حتى اللحظة تكتشف فعلا أنه هو شخص متطرف شخص عنيد للغاية شخص فقد عقله وفقد الرشادة أنت عارف يا سوزي يوسف لما نيجي نتكلم على الدولة الرشيدة الدولة التي تتخذ قرارات لمصلحة أبنائها بين قوسين إذا جاز التعبير يعني لا هي دولة إسرائيل فقد كل الرشادة حتى لمستقبل ما يراه أنه شعب غير عابق ولا أي حاجة ولا حتى الداخل الإسرائيلي ولا حتى الضغوط معلش اللي بتحصل والمظاهرات وغيره وغيره كل ده هو يعني لا يأخذه في الحسبان هو مستقبله السياسي فقط أو البقاء في المشهد أطول فترة ممكنة عن طريق إطالة أمد الحرب حتى حينما روّد أن هناك جولة جديدة من المفاوضات صدر هذا الترويج من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم يصدر من الوسطاء لم يصدر من الوسطاء لكن مصر دائما مستعدة أنها تتدخل ومستعدة أنها تقرب وجهات النظر ومستعدة دائما لوضع يعني وثيقة للتواصل إلى هدنات الجهد المصري لا يتوقف ولن يتوقف